لكن هو كمان سؤاله في جزء تاني ليه المسلمين ما بيتبعوش تعليم المسيح وعم بيمارس الزباح احنا قلنا ان حتى فكرة الزبيحة نفسها حتى فكرة الضحية يعني احنا لو شفنا المبارسات الاسلامية من فكرة الزبيحة او الضحية مش هنلاقيها هي نفس فكرة ابراهيم لان النهاردة الضحية مجرد انك انت بتروح تصلي وبتعمل الضحية وتاكل لكن انت بتفدي مين او بتجدم فداء عن مين لان ما فيش حد تاني دلوقت الفداء الله تمم الفداء من خلال الرب يسوع المسيح فعشان كده حتى تكرار فكرة الضحية والاضحية النهاردة اصبحت مجرد احتفال الناس بتاكل وتشرب بتروح تصلي والكلام ده كله لانه هو بيؤمن انه هو كل ما بيعمل حاجة وكل ما بيعمل خير بيتغافر خطيطه لها قصة كتيرة وفكرة الغفران والتكفير في الاسلام نقدر نتكلم عنها في مرة تانية لكن الفكرة الاساسية احنا عندنا الكتاب بيقول لنا ان الزبائح في العهد القديم لم تكن ثمن للخطيئة هذكر شاهد واحد يمكن المشاهدين كمان عارفينه في صمويل الاول اصح 16 لما شاول خالف ارادة الله وجال له حرم عمليق لكن شاول راح عافع عن خيار البقر والغنب فراح له صموئي للنبي جال له انت ايه اللي عملته ده جال له انا ما عملتش حاجة انا ما عملتش غير كلام الرب اقامت كلام الرب جال له انا سامع صوت البقر والغنب جال له ده انا عملتهم عشان اجدمهم زبيحة لله فانا خلفت امر الله عشان اجدم زبيحة لله هل ده ينفع؟ لا صمويل جال له ايه؟ هو اذا الاستماع افضل من الزبيح والازغاء افضل من لحم الكباش طبعا وابتدى يقول له اللي انت عملته ده التمرد والعسيان زي خطيئة عبادة الاوثان فهنا بنشوف هنا فكرة السمع وطاعة وصايا الله طبعا الله تمم الفداء في المسيح اللي وحمل الله قدم الزبيحة في المسيح نحن في حاجة لكن النهاردة احنا في حاجة ايه؟ احنا في حاجة ان احنا نسمع ونطيع ونعيش كما يقول لنا الله